بعيداً عن الاتفاقات الخاصة بوضع الأسرى التي نص عليها اتفاق ستوكولم المبرم قبل عام والمتعثر تنفيذه نجحت وساطة محلية في اتمام صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش وميليشي الحوثي في تعز مراسل قناة بالقيس قال إن وساطة محلية نجحت في اتمام تبادل ستين أسيراً من الحوثيين مقابل خمسة وسبعين مختطفاً لديهم وأشار إلى أن عملية التبادل تجري على شكل دفعات في منطقة الأقروض جنوب شرقي تعز موضحاً بأن جميع المفرج عنهم من قبل الحوثيين مدنيون ولا يوجد بينهم عسكريون وأضاف أن من بين المفرج عنهم نشطاء وحقوقيين تم اختطافهم منذ العام 2015 مع سيطرة الحوثيين على معظم مدن البلاد ويعد هذا التبادل واحداً ضمن عمليات تبادل جرت بين الطرفين في العديد من الجبهات بعيداً عن الجهود الأممية التي لم تفضي إلى أي نجاح يذكر في ملف المعتقلين تتعامل ميليشيا الحوثي مع هذا الملف بطريقتها الخاصة ووفق ما تقتضيه مصلحتها الأمنية والسياسية فبينما تحكم على البعض بالإعدام تخلي سبيل عدد من المدنيين مقابل الحصول على أسراها من المقاتلين لتعزيز جبهات القتال ترجمة نانسي قنقر